حضراتكم ونواصل لقائنا وبنتكلم على الأثار المقرية طبعاً احنا يعني عندنا تلف أثار العالم ولكن للأسف الشديد في بعض الأحيان ما بنحسج بقينة هذه الأثار والغرب دائماً بقالين نظرة على أثارنا وكثير تم تحريد أثار كثير بتقام مزادات في العالم كله اللي بيع الأثار ويمكن مؤخرها من كان في لندن وهالتفاصيل أكثر هنعرفها ما فضرتكم وهذا المزاد تنبيع أقدم عملة إسلامية فيه وطبعاً ديه يعني تم التنبيه ليه ولكن للأسف الشديد محدش تحرك تجاه هذا الموضوع فتصير أكثر هنستطيع جهة من فلان نقائنا مع عالم المصريات وكاتب المصريات الأستاذ برسام الشميح أهلاً بحضرتك في قصة الصباح قبل ما نتكلم عن الموضوع عايزين ندخل في العملة الآثارية أقدم عملة في تاريخ الإسلام نعم احكينا قصتها واحدة المزاد وحصل إيه فهنا فيهم كارثة لكل المقاييس إن أقدم عملة ذهبية في تاريخ الإسلام لترجع لها أيام عبد الملك نمرا وان هذا الخليفة وهذا يعني الحاكم المشهور جداً في الغرب وفي الشرق لما له طبعاً من الإجازات رهيبة العملة بتاعكم معروفة جداً في عالم العملات بإنها اسمها 77 هان هان هنا بترمز إلى هجرية فهي 77 هجرية تخيل أنت لما تيجي تفتح الوابسايت بتاع هذه الإنصالة بتاعة المجادات اللي في إنجلترا فتلاقيها معروفة على نهاية 7 هجرية فإذاً تي حاجة مشهورة ومدروسة كويس جداً في الغرب هي سكن في دمشق فهي لا بتأخذ من نصر أو يعني هي وصلت للندن بس مش عن طريق مصر النصبك بتاحها أطلاً كانت في دمشق ولكن ما حد لش عارف العملة ديت وصلت إلى ناكل زي فلما يعني عرفنا عن حيات ناعدة بعد مزاد عالني فالحقيقة ده أثارنا جداً يعني أثارني أنا شخصياً قد إزاي قطعة من التاريخ الإسلامي لبعث مزاد عالني لذلك بقى لما طلعت عملت الصرخة في الإعلام وانتوا ديتوني الفرصوتين عشان أطلع أقول للناس خدوا بالك العملة دي هنا وفي الثمانية تلتاج الإعلام واحدة كتيرة فبدأ التحرك بالفعل في لندن ولكن تستغربي بقى من رد فعل والردود اللي بدينا بقى عن طريق الناس اللي هناك والنبي راح يقول لك هذه الصلاة المدادات اللي بيديح في انجلتراب منها طبعاً صلاة مشهورة جداً زي كريستز وغرعة وبوردوين يعني نفس مشهورة وقت ما تخشف على الويب سايت تلاقي بش عايز أقول لك مئات ومئات قطع الغهار بتتبع على الويب سايت ومئات من الكوين اللي ترجع لخريف عبد الملك الدمران وغيره يعني ده ميش الكوين الوحيدة للتتباع أو ده ميش العملة الوحيدة للتتباع هي عملت أثر كبير وعملت ردد جيرة في العالم لأنها أقدم عملة ذهبية في تاريخ الإسلام لحد دلوقتي فتباع فيقول لك لا أصل أنا كصالة مدادات الحاجات دي تجياني بطريقة الشرعية فانا ما تقلتش يعني ايه مصر مصر في الدمشق ثم يباع في لندن بتاريخ الشرعية زي كيقول لك ايه الأثر المصرية اللي تتسرعي للأثر الشديد هنا في مصر السطرة كلها فيها فقط أريد أن أقول أن شعب المصر الجميل أن سرقة الآثار لما طرحنا يوم ٢٨ بالليل ينار وطلع المسؤول في الآثار بيوم ٩٩ وقال المتحف بخير ومصر بخير وما قالش الحقيقة وبعدين يوم ١٣ بعد ما مبارك سيوم يوم يام قالت أعلنوا إن المتحف تسرق وأول ١١٨ و٤٤ ٥٤ ٥٤ ٥٨ وعملين يزيدوا وإحنا الغيبات مش عارفين كان كدع ٣٣ في المصر لكن يجي يقول لك في القطع دية مؤرشفة بص في المعنى الرد يعني بس رسالة إلى وزارة الآثار التامية يعني مؤرشفة يعني أن انت حطيتها في أصباح المسجلة يقول لك لأن ده معناه إن مفيش مدحف في العالم يعرضها يعني كذلك هو الحرامي يعني 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 بالمطق بلاش القوانين بالمطق كده واحد حرامي راح يبيع أثر لواحد حرامي حياخده سمسار حيودي الواحد سهيوني التلاتة دول المسلت الشر ده اللي فيه التلاتة دول فيه واحد كيه وشاغل بالك ألا أشاغل باله إن التمثال ده قانوني ولا مش قانوني إذ كان هو أصلاً جداً بالحركة اللو حالا مش قانوني حالا مش قانونية حكيت انت تحط قائمة الحمراء في يوناسكو في حاجة أسماء قائمة الحمراء أو الليسة الحمراء فالكفة غير إنه الأطار المسلوبة نعمل نقوم بحق باللون طب حيلو جميل أشكركم فده معناه إن الصور ده خلاص اتوزعت على المتاحف في العالم عطريه لي ناسكو وعطريكي منظمة تانية اسمها لأيكم دي منظمة على المتاحف فبالتالي ما تقدرش أي مدحف فلنقوم بطني أي حسة من ديوية عددها ألا أتكلمك عالفرافت كلك شادر أتكلمك عالناس الأغنية والمليونيرات والصهاينة فهذا حتى يمثل الصبح القوين دي باعت الصبح في لندن اللي هي بتاعة الخليفة عبد الملك ابن بروان اين؟ بالليل؟ ممكن تظهر في كلها بيه إيه اللي خليفة؟ فلنقوم بتحمسته على الأصدقاء وكده رح ترفح سماعة الموبايل وروح تمكلم الدار الدار اللي باعت القصة دي في العالم فلتولهم ردوا عليه ده السرعة اللي في الدنيا ومؤتبين جدا أيوة طب حصل بيع العملة أيوة حصل بيع العملة طيب ممكن اعرف البعض بكام فالمبلغ مش عايز اقول لك عامل ازاي بقى 300 وطلع بقى 10000 طبعا فقلت له طيب فقفلت وحن نكلمه مرة تانية بقوله طيب ممكن اعرف مين اللي اشتراها فالرد الكان هو نحن اللي هو مجمول الشخصية دي هون فمجمول الشخصية دي تخليك ايضا يعني مجمولة المؤامرة تقلق اكثر في مجمولة المؤامرة وده من الحقه طبقا لقوانيك المزارات العالمية فييجي اقول لك ايه بيقول لك انا الانتر بول يعني انا بحروح امسك في تلابيض الانتر بول اقول له جي الحقيقي تماثينك تتباع واثاري وحضارك تتباع بطريقة غير قانونية الانتر بول مع الناس دي يعني بيقول لك انا الانتر بول بيدرسمي وبيذكرني كدار بيع للاثار وكل حاجة قانونية بعملها ورجعتلكوا حتتين لما ترعوا ان هم كانوا متربين ومش قانوني ما انا ابيحهم في اصفات المزارات يعني حقاني قوي فانا بقول لو انت هتنسك على قوانين العالم اصارك مش هترك ولو انت هتنسك على قانون اليوناسكو وقالي رسالة من مسبيره للمرة اللي مش هارف كان لو تسمح يا وظهر الاخر انسلخوا من اتفاقية اليوناسكو بتاعي مارس 1970 لازم ما تطلع منها فيها مادة لن يتخلي لها الى ارباح سعيد مليون مادة اسمها مادة 4 او ارباح سنر او ارباح قانوني اشرك ثابت حالث سنرات 30 ويقررده ضموري دا عايزي اقرر سيادي او بقول ان احنا نطلع العداعة دي باختصارا بتقول لك لو بلد او حضرتك بلد وانا بلد وانتي بعثين اخر من عالدك من موروثك الثقافي انبيت فإنزال مثلا الملك رمطي فانتي بتقولي هدية او بتقولي بالاتفاق بين البلدين. الثلاثة. بطريقة البدل. عندك امر تترجعي اكيد. او بطريقة جراسة المسؤول او مسؤولين بتوناصر. فالبلد دي. ان احنا ممكن نمتلك الحادث. يبقى هذا الارث. ارث حضاري للبلد الثاني. عمرك شفت? اه مش الاصلي. تخير? يعني لو تتقل للمزة اربعة الف تسعمية وسابعين. روحة راشيد في المضحف البريطاني. انجليزية. كيف سرع البريطاني. خلال? 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 يعطيش حتى الطالب الناس اللي يعطي لهم. خلال لحق. والعالم كلنا دي. اه نضع على دي بقى. نضع على القانون ده. لكن لما تيجي تقولي ركعلي اطاري من الخارج مع مكانة الاسباب. ما حدش ينضيهك. ما حدش يروح وليس الفيدي. محمد علي. كان من النوم الصبح في الالث ومال ثلاثينات ورح باعت ردية مسالة رمفيس الفيدي. انت متخلطة ايدي حد مسالة. يعني اه هدي حد اه. اللي اتفرارك اللي عليك احسنت. اللي هي فلاسو كونكور. اه. دي رمفيس التاني. هدف لما تروحي اه معبل الابصر. هتلاقي فيه مسالة على الشمال. والمسالة اللي علي مين. الفاعدة موجودة والمسالة مش موجودة. واي. رحيت فين? محمد علي الساعة صحة من النوم. مؤسس وفر حليز. هده اللي احنا عاملين نتغرسه للولاد في الفاعدة بقيدة الاثرار دية للملك اليووس فليب هدية ملكة. حتى اليووس فليب اه بعضه للساعة اللي هي اللي موجودة في الجامعة. دعم حباد علي هي درج الساعة اللي هي عمرها مشتغلت دي. يعني حباد دي المكانش دي العادل يعني. يعني الساعة مشتغلت. ويس كده. فيتصبح مسالة رمفيس الثاني قلت حضاري سينكي. وما تقدرش تتكلم على اي اثر غير قبل سنة سبعين. قبل سنة سبعين لو اي حد بيبيع اثر في امريكا. زي باندربورت دا بتاع دام 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 بيبيع اثرنا سورة وتحتيها سور بالاحرار. وتحتيها الثمن. قطع برضيات بتتباع مخطوطات اسلامية بتتباع بمثلو 300 دولار. وتخيل يعني اه محقوطة. اه يبقى نفضل بتاع الدعاء والفاند من التصوية. لانه بيتكبعها ان القطع ده اصلي. ايه كمان. طب يبقى بتتعرف اغلى شفاية. يعني بقول. طب عايزة بقى المصيبة الاكبر. كمان. اخوتي وخشوا على سورة الناس. يا شورتة الناس. انا اشتريعتوا ليه اقول ان احطت ركاعها. نعمل. اقالى بيتك الناس. انا بقول لحضرية شورتة الناس. وزارة الدخلية. في امريكا لو تسمع لو بتسمع لدي الوايض. روح الى كاليفورنيا في الوايض. الرجل تساوي بنمر التليفون. اسمه جابريال فاندربورت. تابلي زابلي 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 زابلي.انشترسورس. دوت كوم. هتبتح لقيه طليع لك في فيديو. شكل واضح. بيقول نتكلمني بعد السعر ببعض علشان اعرف ارد عليك. واتفع للشفن. اتفع للنقش. علشان هنهزك الافر للناس. يعني حضرنا التطبيقين بردر. وواحد شيء اوجه بها تمثال لرمزين التاني. ممكن اطبايا مش مش اوريجنال. او مش فاشح من اثنين واثنين يا سيدي. فاشح الواب سايت ده من اثنين. يعني لو انت عارف امريكا لو في واحد بيعمل ايه? هيجيبوه على طول. رجل بقول لك تليفونه بيطلع بالفيديو. اول ما تخش لايك فيديو ده روح عامل كده كده. يحترق اوليك انا فراني فراني كل الافرار لعني افرادك اصلية. ومشترك مع منظمات لو حقولها بانت مش حاولها. منظمات اثارية وثقافية في العالم لات تتخيلوها. منظمة بالذات هو حاضرها لها تناوة فضائية اجنبية بتعرض اثنين تسجيلات كلنا بنحبها. وعالماتها كده بالوضع اصفر. مش حاوليش معنا. دي ايه دي احنا نفسنا بنتقل على مجلاتها وعلى كتبها. بتحبها جدا للطناة دي. ازاي هاتي المنظومة تشترك مع افضل رابر وانتين ومن الفين وانتين لغاية دي وايه. يقول لك كل الافرار اللي ده اخذت. ولانا ببعها متقاب ل الفين وسبعين عشان ما تعرفشت مسكين وتقول له ايه. انت كنت بتبيع بعد قانون اليونسك. لا. الافرار ده اخرت امريكا طريقة شارعية. يعني يا راجل ده بدفع داراني. الراجل ده بعد البركة بيطفع داراني على اطارنه ان تتباع. وانا كان يتقابض عليه. طب ازبع الشكل. ازبع من نقش. اطارنه يا سادا تباعهم دي لفري. فانت ايه با تقول لي مطحف ملاوي تترق منه الف وارباسي. تقريب ده ده تقريب باول مر انا باني خمس عشرين سنة بقرة تاريخ. وانا بحضين كله بانا كتحة وعشرين. اول مرة في حقيقي اسمع عن قصة في التاريخ ان مطحف باكمله. الا قليلة بيزرق. العرب سرقة قطعة. انه اروح لشانش معرفش باحثين بخرة. اه ثمانية وتلاتين قطعة اللي كان نتفل في ايام المطحف لما تتترق قبل الثورة 2011. ده في حاجات تتترق قبل 2011 كمان. طب احنا ما عندناش حص بالقطع اللي تنى كفتتها سواء من مالاوي او اه. طب احنا لو يقال. قالوا ان هي ما اصدق الفيديو او مالاوي دي موار شفر. طب موار شفر يعني انه اتجالة. انا بقى بسأل سؤالي بقى نتعلم شوية من الاحدات اللي النمرة واحد. يعني المتحف السؤالي. المتحف البطلي. بالفوق الميت الف الف قطعة اللي فيه. كان كل الف قطعة فيهم محطوطة. على الكمبيوتر وعلى ارشيف وعلى تيلديز وعلى هارفست. انا فاكر الارشافة لانه كان فيه فترة ترعمين جئاز. اه وكان كل حاجة بالكمبيوتر وبفعلا بيه. انا عادي اصنع ابني. اه. لو تسمح يا وعادي اصنع بكرة. اه او اتصنع فينا دلوقتي عندك الفقران. يقولي انا بك. هل هذه المنظومة اللي حدثت تكلم عليها لاحقا كلها هرعا وجوح مهدا. اللي على قطعة هبعارف كل القطعة اللي هي ايه اصيص عارف يعني ايه ارشافة. يعني تخشي مطحف. فتسحي الصبحة ما تلاقيش التمثال في مكانه. هم. كما فيش اي دليل يثبت لك ان التمثال دا كان موجود اصلا. دا بالنسبة للعرب. في حاجة اسمعها بقى المخاطر. هم. المتاجر بقى دي. طب هال الالافة. المتحف بتاعنا دا. مليان. مليان. هل دي ارشفت? هل لو في قطعة من دول التخذت? هارف كلها التخذت? هيبقى تاريخ تقول لها المتحف امتى? هتقولي اصلا معلش امكانات? هجب لك عشرة شباب مصريين ومصريات. يوضوا دا من الكمبيوتر. وانت تجيب لهم معالم القصة شهري. شهري. مطحف المصري دا كل يكون بتقرشف بطريقة على اعلى دا كلها بتعليك شهر الكمبيوتر دا كلها. احنا دائما اكتبعنا الكبار الكساف. ما لما لقينا شهر بيجري كده في الكمبيوتر. اروح علينا الكمبيوتر من هون. فايزا دي المهمة جدا. بالنسبة للملاوي الانتطاع اللي رجعت. ومثلا اقول له حوالي متين وحاجة متى وستاشر كده عندما تحاجة قطعة رجعت. عمليت الرجوع والمكافأة دي مهمة جدا لان انت ترجع لحاجة وتكافئها. بس انا بطلب بس ليش شهر يعني ايه شفين? يعني لما يحصل عملية السفة بفي تمثال لبنة الاخنتون في السرفة. ياريت دا يكون من دولة المثال وستاشر حزة اللي رجعت. تحفل الطحل. في مطحف ملاوي. اللي هو بالمناسبة اهم مطحف تلمينيا. ليه? للمينيا دي بتجبلك ايه? المينيا دي بتجبلك ايه? تلمينيا دي بتجبني حسن تتعطي تيلم مقبرة منحوطة دو الصخر. مش مدنية. منحوطة دو الصخر. عندك ابو رقاص. عندك منطقة جبارة. اسمعها فولة الجبل. اشتغلت يا راح جاي ثمان سنين على مجمال الانجريزات يا مرش الفياحي. كانوا بيبهروا. فيها مقبرة ايزادورة. اللي هي اشهر شخصية بتاريخ مصر. ماتت لانك اللي بتحب. اه يعني كنت فيه. يعني انت القصة الحب. يعني حقل مليون مرة احدى من دول مجيزة. يخلي روح الجلدو يروح يرفض. احنا عمرين واسمعنا على ايزادورة. يا سلام على ايزادورة. وقصة الحب. وماتت ويا راحت قابل حقيقة. يعني القصة جميلة كنت عمل عليها. بدك تقول الجبل بها تخشي. يوناني. تخشي روماني. تخشي. عشان كده المينيا مهمة لها ميكس من كل ده. ميكس من الدولة الوسطى. يا خرابابي على الدولة الوسطى. وبني حسن. اول منظر لعبة ملون في التاريخ. الف وتسعمائة هو ايه قبل الميلاد. ثماني حسن في المينة. مرسوب الغيب دي تروح يتشوفيه. اول يوجا. هتروح يتشوفيها هناك الف وتسعمائة هو ايه قبل الميلاد. اول تخلص من الصداع بوضع دماغك تحقه رجل. ودماغك تحته رجل فوق. كل فك الكامس. هتلاقي في ناس جتحق الشعر للعضليين بعض. ها. انشان ده العضلي. كل الحاجات تقولك جاء بالاشمونين. اكبر تمثل بابون في العالم. في الاشمونين. انا بقولك او جلبوا الانجليزين ها. جالوا بيجبعه دي من دلنا الحاجات اللي احنا بتقرناه فيها حتى اكبر عشر ليالي. اللي كبنطلع من القاهرة لغاية اسواع. ايه ان شاء الله لان اتكار جع تاني وفيش. هي رجعت الفترة بس للأسف الشديد توقفت طين. مرتين. هم عملوها. مجربوها. اتفاني لفاتت مرتين. اه اللي هي بدايةها. وحياة توقفت للأسف الشديد برضو بالزروف الامنية او كده. فده دي معنى تشكر تنجوكي مصر تاني ان جاء مخريين بقى. لا انا بسطراحة من اعرفش حاجة عن الكلام. انا حاوديكي الجمل باسمه جبل الفودة. قبل ما نفوق بشوية. ونطلع الانجليز على الساندك فوق على المركب من فوق عشان يشوهو. ياخدوا الجامراتكو. ده احنا غدا. طولهم تخلصوا غداكم بسرعة عشان حواريكم. احلى جبل لا تقول لي قلب ولا تقول لي سواء اخرى الجملاتكو. تشوفي خلق سبحانه وتعالى الجبل عمل ازاي يبذر. يخليك ويطعب الكاميران. ويشوفي ازاي النهر النيل جاري في الجبل من تحت فعال الكامس. على الكعور. والملاكب بتاع التصيرين داخل جوال جيوب عشان يتضل. ما نظر استحالة تعملين لو هترسمك مطرين. فهذه هي السياحة الداخلية على فترة وزارة الطيران اول انبارح طحفة اللي عملوه. طحفة اللي بطالة بي عملوه هو با. بدأنا انهم عاملين رحلة في الف جنيه على الاقل فده من الف جنيه اربع ايها ثلاث سايا اللي يشربوا وغرده عشان ما انضمش حظر. وطاقيتين في اليوم للرجل اللي قاعد وبرنامج سياحة. هاي. بالطيران بالمناسب. فدازل مطرين. يلا اطلعوا وشوفوا. العيد باعملو غرده او شربه. نحمل نفس القصة دي. فبوسمبر الاول اول اول الزارح دخلوا فرض واحدة في اربعانية ونصف. كارثة. لأول مرة في التاريخة انبط الاول ده كانت تبقى درجة الحرارة خسة وخمسينة او ستالة. والإنجليز ينزيله معاك. البيارة تفتح كده الطيار يمسك ليه كده في المطار ابوسمبر يقول درجة الحرارة خارج الكابينة خسة وخمسين درجة مياوية. ونطفع تحسي الهوت بيخبط الكدوة كدوة كدوة بيحذل بالتربيا. تنزل الانجليز منتعه الساعة ده ما بيشوش الشرط في درجة الحرارة دول. في منتهى الساعة ده الانجليز وقفين في الشمس لما تشضل الناس. درجة حرجاتين كده. وعدي مضبورين بالمعبض. ده يخش نفر في التوشي السياح. لازم يا جماعة تقلل ينزقوا على فكرة. حدد الثامن كل شوية حتقول اه 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 تبقى اثار العالم والحجاب دي. الحجاب يوليش الكدد. فايدة. لازم تبدأ تشتغل وتعمل انواب جديدة وافتار جديدة. وبالمناسبة يعني اخيرا تريعا كده. تلت اثار العالم دي احنا لازم نراجحها الكلمة دي. لان دي كلمة انا شايف دي فيها شكل دي اه. مين ذلك في العالم. في الفين وتلتاشر. وعد كل اثر في العالم. وقرنه مقصرنا وتلقى التلقى. بقى اه ايه دي كلمة بقى احنا حمزنا من دماني للطراحة. اه. 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 اتعاد بقى اه احنا مزهدناش بتفتي دي اه. يعني انا بقاومات ملات. وانا باس مع لا. برضو دي مضينا الكلام لحبالات الندرسة واندفق كويتها. لان مين اللافت اللي هنقل قرنة الاثار بتاعتها. طب قبل ما نختم فريعا انا كتمر اريت ان اليوناسكو عندين مشروع دي حفر كل الاثار اليهودية. في العالم ده. هل الكلام ده صحيح? ارجوكم خشوا على اليوناسكو. واضربوا كلمة فلسطين. اه. او خش على النت واجتدي فلسطينيا المعين. في حالة دي انا مجتمة وبدل محاضراتك تعويض القصة. شوفي المفاجأة. والصور اللي هتطلع لك في الاثار اليهودية ايه? من قوائل الصور قبل الصحر. خلاص. هتابعوا خلاص ياهودية. خلاص كده. ما تلومش بقى. اما رحونا اصران من لوفمبر يفرض واحدة المسجد الاخصة. شوف هناك. المسجد الاخصة وقبل الصخرة. وشوفهم هناك. الارض والجمال. وقبل في اللي بقى. قول عقص تسيبوا القص. وقبل سقولوا ما نروحش. وبتتراح من غير اي بتاع على الفاسبور وكلام ده كله والعبران. وتشتغل ما تشتغلش بالشكل وتعب مع السلسطينيين في الفلد بتاعته. ونفيدهم جدا. فهو واحد تسيب قضية القصة. قضية القصة خلاص الفيلم الفيديو نزالوه اللي هو القبل تستخرب بتتأس. زف الفيديو عملوه كده بالفتر. وطلعوا من كانوا الايكل الداخل. فدي مهمة جدا حكاية منتي ما تستنيشوا اليوناسكو. ان هو يجيب لك حقك. انتي لازم تروحي القصة لك. عشان النهارة. انا سؤالي احنا بنتحفظ يعني مثلا اي دولة عايزة تعالى الموضوع ده هي بتتقدم لليوناسكو علشان تعالى لها حق من اقترها. ولا ليوناسكو هي اكام مهدان لبعض. رابع عليك سؤالي هي ابوه فلسطين بالمناسبة دخلت اليوناسكو. وعشان كده انا توقع في يومها او طرق امريكا مش هتبدي مليبني لليوناسكو. فلسطين هتبتجت. فتيجة تريد رسكو الحقيقي يبني لي مضحف او اللي مش هارب بان اتب هنشترك. طب هنعمل طب هنلق متبرع. يعني اول ايه. ايه. حلم متبرعات عشان نبني الماضي مش هارب ايه. وضحف بان لاهم يا عيد مش هارب بتاعي. حلم. ده ما اتبت اليوناسكو هي اللي بتب. ليه? لان اقريكا مش هتطلع بانين بعد ما انت اتخلت فلسطين جوه اا اليوناسكو. فلسطين دلوقتي ممكن تقف بها وسط العالم كمان بير عضوى فاعل في اليوناسكو وتقول ايه اللي بتعملوه في المسجد راسطة. ليه بتبنو القلب فاك تحت المسجد ده حديدو مسجد راسطة ليه? ده اثر جوه اليوناسكو. وبين انه هو اثر ترى عالمي جوه اليوناسكو? بتدريشت عامل عليك الازم. عارف واحد. ليه? لان ده خاروني يوناسكو. ولان يوناسكو تروح ترى في الابابة بتروح بك. لانه ما انقذت. ليش اثر? هم مش حيبصوا عادية عن انه المسجد الارسة ده ما احنا باتبص عليه لانه هو واحد من الثالث مسجد الارسة. ولكن حدوه عليه على انه اثر. ولكن من هنا انا بقول لك ليه داما علينا لانسا قضية الارسة تلطين. وقد بدك ان الصور اللي عمله انا واحد شفته حد الصور ده ملادينه عنصوري في القدس. الشرقية القدس الغربية. ما يفوتش ناملة. بس ان شاء الله في ازا لا يكون كل مجيش وجهات الارسة. انا بقول لك ان الصور ده لما يديني. تحكيني ممكن لي بفيه اثر. الصغيرة ممكن يكونوا بيبنوا ده فانت بتجد خلاق دينك ان القدر بيكتشف او ينقب. ومن هنا الطلب الاخراني لو تسمحوا تنقيب الاثار في مصر. مصريين مصروا علم الاثار المصري لو تسمحوا يا وزارة الاثار. الاجانب على عيننا وعلى رقم. والنشاك ان بيننا وقدر دولك هتروح. لان السياسة قالت كده والديبروماتية قالت كده. هتخد وقتها ودروح هيربعهم اصحاب ما داني بكل عاد. لكن انا بقول بقالي مليون سنة. مش عشان احداث ذاتي بقول بقول وفتح لي مينتوب شوف انا بقول ايه. لازم المصريين هم اللي يلقبوا باديهم. قالوا. ما كنتش انت يا مصرح تنقب عن اطارك باديك. اما ليه. عمرك ش انتمعتك حياتك. امريكا رح ترفع تنقب على تليجون عليك اريفك. ابعتيني الاثاريين مصريين. يلقبوا عن التاريخ الامريكي باعتريك. عمرك شفت السين عملت كده. عمرك شفت المكسيك بيروك. وليه يا سلاميا. هدي البلاد اللي ليها اطار وليه التاريخ وليه حضر. عمره واحد يوم استعاد بأثري من عندك علشان يلقى منك. شفت المكسيك في البلاد الوحيد اللي مستخدم بالاجابة. يا احنا عندك ليش وجه حافر من الاثرين المصريين الشاب اللي زي يلطل. انا مش ازالي لكن عربهم. زي يلطل ومجاهزين منذكرة ينزلوا يطلعو لك كل اثار مصر من التحتنا. هو اللي ممكن تبقى طريقة للضغط على الدول التانية. يفتعادت برضو بعض الاثار. اشكرت بشدة. نعم يا فلت. وهذه رسالة اخرى لو تسمع. بصوا يا جماعة قلناها بكده مرونة تانية. اذ لم استردت لوحة راشيل من المتحف البريطاني. فرق التنقيم الانجليزية اجازة. لو ما كتبناش رأس نفرت ايه. مش نفرت بشاكمة نفرت ايه. نفرت ايه من برلين. الفرق التنقيم اجازة. واجازة دي كلمة انا بقولها كده بس يعني اطلع بره خالد اجزو. انا عندي مصرين زي الفل. عايز تساعدني اديني اجهزة. لن ربي الشباب بتاعي عندك المتاحة احض اسمك برضو على الاكتشاف. انا برضو جدع وكريم. يا مصر. اوما يستفيد ازاي يعني لو عمله. ايه. بصتردنا. انا شفت بوستر في التسع نيات في امريكا بيتبع بالسعة عشر ونص دلار. للفترة قد القصر التمانتاشر. في امريكا. برد الفوصة ممكن يصلوا 80-90 دولار. اللي هو ما متكلفش بلار عنده. لما كتب عيلا. اف كتب. حضرتك لو روح في التحرين اهو في مستبه بالمستبات الاجنبية. هتلاقي اجتبع المعبد ابي دوت بمية وخمسين جنيه. هذا علشان اعرف عن المعبد ابي دوت. وروح اشتري جدس. بتروح اتشتري من جل عشان تردني اتركع تشاره جدس. اللي دم اتشاره بسبحين جنيه. انا يا مصري. علشان اعرف انا كتب عيز اعرف المعبرة اللي بتشفى. السن شهر اللي فت. اروح اشتري بجلة سبعين جنيه وبسببين جليه. الاجنبية. الاجنبية يا فهي الاجنبية. واللي كاتين فيها كلهم مصري. واللي نصورين كلهم فيهم مصري. والمعبرة مصرية. طب في ديكي روزات الابار عبليل نجلة. علني الشعب. وبعدين بعد كده يقول لها حسنور ده. بالتسفن. بيضحك. وطلعب كرة. وطلعب كريس يمكن تخصه. يحسن ده الراجل دوت ان انت الاطر بتاعه. لقد تدخل المصريين ببناشي افن. يعني هل يعفل. هل يعفل. انا. اعطارنا الان. في الواحد سبعة. تذكر دخولها. تذكر. المضح في المصري كان بسيطين بقى الحاجة بقية. هرر غوث وكان بمية بقى بنتين. الالعب بقى بسيطين. انت بتزوج انت. انت بتزوج انت. انت بتزوج انت. اه. يعني انت بتقول يا سياحة. وبتقول يا تنشيط. والرجل اللي شاب ده عدوه عمالي لك في العالم من دخلات الرجل ايه. بدي النشيط شغال. وانا اللي اعمل في الحكومة ده ما انتم عارفين. فهذا الوزير اللي هو وزير السياحة اقول. وكلنا في السياحة عاملين. بكر راحين نقض بطان اقول لغول عشان نقول للعالم تعاوي. وشيني سياحين بكونوا لغاتنا. بتقول لهم يا جماعة تعاوي. وانت بتزوج سعر التذكرة بتاعت الدخول. يا راجل. يا راجل ده اعمل في المطحة في المصر بان ده المكاني بقى سفين. عاملو بعش مين. جنات. نمدة تأخذ فانا اللي جاية دي لتا ما تيجي انت احباد انعالك زي ما انت عايز تعال. الوقت خير مناسب يا سيدا. مين اللي تاخد القرارات دية? مين العبطة اللي تاخد القرارات دية? لا سيد لا افعار مش عالي اول كده كده يا ايه. او هو مش هيبه عشان ميجي ايدي. الله اعتقد يعني ايه دي من ذاتي. السايح لو جاي من بره. حتى لو عمل نهار البلاش هو خاي فيجي مصر مش هي. هو بتعمل الحقيقي. يعني. والذلك اشترك سيني نوع بتشترك. بس انا قصد اقول لك ايه احي تشبيحة. احي تشبيحة بالنسبة من الساح تمال انت مش غني. ما انت مش عايز تنجي الساحة باربعة خمس تلاف جنيه ايه دولار. من تحت تنجي الساحة بموتين مطلطين دولار ده برضو الضاخري فيه في حتة اللي احنا فيها دي. وبعدين طلع قصيد منا سبيلو. لو تسمحوا جماعة لو تسمحوا. شيلوا من على الشاشة تلمت تينجي سايتنج تروريزم مصر سوحارب الارهاب. لذلك فاينتينج اي انجي. دي تهني شعور بان بيحصدر ويحصد دلوقتي. انا بشوف هاي بقول اللي بيتفرج بره حيقولها بالجايد. انا. لو تسمحوا شيلوا من على الشاشة المصرية تلمت مصر سوحارب الارهاب الارهاب الانجليزية علشان مش مقول لنا احنا نقول لهم تعالوا. وانتنطلهم في الارهاب في الارهاب. شكرا. 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 شكرا لحضرتك. وانشاء الله يعني بقينا لقاءات اكتر في صباحك. ونتفيد اكتر من يعني كلام حضرتك. وانشاء الله يؤخذ بالافكار لحضرتك ترحتها النهار ده. بس يعني لازم يكون دينا لقاء على المتاحة وعلى الاخرار في المتاحة. شكرا لحضرتك واهلا لديك معنا في صباحك. هنصل على الفاصل مع حضرتكم ونرجع مرة تانية نواصل لقاءنا فقمتنا بقى.